اشتركوا في القناة احلى بلادي دنيا بلادي احلى بلادي على الصعيد الجواني يا مركب خضلي ووديني دول هم ناسي وخلاني وهم طاري اللي حميني في الارض دي تاريخ اجزادي حاضر وبوصل بالبعض مليون حكاية وحكاية وكلها بحب بلادي احلى بلادي احلى بلادي احلى بلادي دنيا بلادي احلى بلادي مليك ضروحك يا بلادي مطرح ما يدر بيحييكي من وقت خلق الدنيا دي وهو ماشي بعرضيكي على دفافت الوادي حاضر وبحكيها لأولادي مليون حكاية وحكاية وكلها بحب بلادي احلى بلادي احلى بلادي احلى بلادي سوريا بلادي احلى بلادي الحفل الاستوري الحفل المهيب اللي كل تفاصيله حلوة وجميلة واكتر من رائعة طاقة ايجابية كلنا حسينا بيها يوم الخميس واحنا بنتابع هذا الاحتفال وتقديم الحضارة المصرية القديمة للعالم كله ولينا احنا كمان لانه من المهم انك تعتز بنفسك وببلدك وبحضرتك وبتاريخك وباللي قدمته للعالم كله من الاف السنين من المهم كمان الانطباع اللي خلقته وانعكس على العالم كله صحيحنا عارفين ان فيه ولع بعلم المصريات بتاريخنا بحضرتنا بتراثنا لكن انك تعيد تقديم هذه الحضارة مرة اخرى للعالم كله ده شيء مهم فعلشان كده الحضور الكبير اللي شفناه من قبل عدد كبير من السفراء 35 او اكتر سفير لدولة اجنبية كانوا حاضرين هذا الاحتفال وشفنا وتبعنا تصريحاتهم والتويتات الخاصة بيهم وانتباحهم عن الاحتفالية وعن اللي حصل فيها وشفنا وسائل اعلام الاجنبية اللي افردت بسحات كبيرة سواء بقى لنقل الاحتفال ده او للتعليق عليه وكلها كلام وانتباعات ما تخرجش على اللي احنا بنقوله انه يوصفوا الحدث ده بالاستوري وانه اعادة لتقديم الحضارة المصرية القديمة وان ده هيكون تنشيط للسياحة كلام كتير وكلام ايجابي كلام حلو يخليك زي ما اقول كده انك صحيح بتبني للحاضر وللمستقبل لكن كمان بتستلهم او تستحضر روح الاجداد الحضارة المصرية القديمة اللي لازم نوصلها ولازم زي ما هم بنوا وعمروا وعملوا بلد يشار لها بالبنان في العصر القديم تفضل الصورة دي وتفضل الروح دي موجودة عند المصري في الوقت الحاضر ويعيد تقديم وبناء بلده معانا النهار ده في الحياة اليوم زي ما كنت بقول مهتم بالملف ده من سنين طويل لو دايما كنا بتكلم معايا عن الحضارة المصرية القديمة واهم ما يميزها وعن الاكتشافات والحاجات الاسرية وكلام كتير جدا فبالتأكيد ان انا اسمع انطباعه النهار بعد سنين طويلة اضاها في دراسة الحضارة المصرية القديمة ازاي شايف بقى الشغل اللي بيحصل سواء بقى اللي حصل اليوم الخميس او موكب المميوات متحف الحضارة المتحف الجديدة الاكتشافات الاسرية اللي بتحصل كل يوم معانا النهار ده ومشرفنا في الحياة اليوم دكتور وسيم السيسي عالم المصريات الكبير برحم بحدك معنا دكتور وسيم اهلا وسهلا انت رأيك ايه دكتور وسيم بقى في اللي شفت يوم الخميس ندخل في الموضوع كده على طول حسد ايه فرحة كبيرة والفرحة كبيرة يمكن مش عشان اهتمامي بالعالم الخارجي وانطباعه والاخره انما بقدر ان احنا بنعيد للمصري احساسه بعظم مصر ووطنه لا يمكن ان نتوقع ولا وانتماء من واحد لا يعرف تاريخ بلده في اي بلد وفي اي مكان فما بالك بقى وتاريخنا اعظم تاريخ مبهر يعني يصيب الناس بالدهشة لما تقدر تشوف حاجات زي كده فيعني يعني كل حاجة زي دي حتى بتذكرني بما قاله سيمونيدس مفكر يوناني لما انتصرت اليونان على اسبرتا الهزمناهم ليس حين غزوناهم بل حين انسيناهم تاريخهم وحضرتهم رئيس الفتاح سيسي بيعيد للمصريين تاريخهم وحضرتهم صحيح واضح حتى في الميادين في مدان التحرير حتى عندنا في المعادي يعني احد الميادين برده كلها حاجات مصرية قديمة الحفلة الكبيرة اللي في نفس السنة اللي هي المميوات الناس بقت نستغربها على الملوك دول كلهم ومنهم تحط نستالة اللي عمل امبراطورية عظيمة ومنهم ملكة اسمها حشبسوت وما هيش اول ملكة في مصر دي دي الاسرة 18 الاسرة الاولى كان فيها ملكة وكانت اسمها ماريت نت فالمرأة كانت يعني رأس برأس مع الرجل في الحضارة مصرية وده سبب من اسباب استمرارية هذه الحضارة العظيمة فانا سعيد جدا بان المصري يبدأ يحس كتير قوي يقوله يعني احنا كده ده تاريخنا اه ده تاريخنا ايه العظمة دي الانتباعات فعلا على سوشال ميديا كانت فضيعة خاصة من الشباب وهنا ارجع بقى القصة الولاء والانتماء وحسك ببلدك لاني كان فيه كتير لك ايه يعني عندنا عارف اهمني ازاي يعني كان فيه مش هقول استهانة بس عدم تقدير قوي لمقاومات بلدك الناس اللي بتيجي اخر الدنيا علشان يقفوا جنبك مثل يستوروا جنبه صورة احنا كنا واخدين الموضوع ده بشوية من عدم التقدير ان انا في تحت طريق الكباش مش بس الصورة والحفلة والمزيكة لكن كمان الشرح يا دكتور وسيم والمعلومات دي يعني دي معادي بقى ده اهميتها ايه وانت بتشرح وبتقول تقوس وعدات وفكر المصر القديم كان عملا زي يعني انا اتصور ان انا لو انا مرشد سياحي واخدت المجموعة اللي معايا مثلا للهرم بالاكبر ده اوكي انا اقول لهم مكانه واهو اللي عملوه واللي سووه انما لازم افاهمهم ان فيه بعثة امريكية نجد في الستينات من القرن الماضي وهي بيركلي وكان على رأسها الفاريز وهو حاصل على جائزة نوبل وكانت هذه البعثة برئاسة الفاريز والدكتور جمال المختار تمام البعثة دي قعدت بضعة اسابيع وخرج الرجل اللي هو الرجل الامريكي اللي هو الفاريز قال في داخل الهرم طاقة لا نعرف عنها شيئا ويبدو ان بعض مدرستة من قوانين في الطبيعة به خطأ ما بعثة يابنية بعد ما مشت البعثة الامريكية اسمها وسيدة ما صدقوش الكلام ده جم فوقئوا بان الجهزة الدقيقة كان بتتكسر الكلمات بتتغير لدرجة ان هما برضو نفس الانطباع ان هذا هذه الاهرمات بها يعني طاقة لا نعرف عنها شيئا لغاية فين بعد الستينات من القرن الماضي ده سنة 2007 جاء عالم عظيم جدا اسمه كريستفر دان ولو كتاب خطير جدا اسمه او التكنولوجيا المتقدمة في الحضارة المصرية القديمة بيحكي ازاي الاهرمات نمرت واحد ربما كانت مقابر انما لغاية الوقت احنا ملقناش ممية في هرم من الاهرمات انما هي كانت محطات في رأيه محطات لتوليد الطاقة وكريستفر دان بيقيت كلامه ان واحد زي سنافرو الاسرة الرابعة عنده اربع اهرمات مش هيدفن فاربعة لو كانت مقبرة ما هيعمل اربعة ليه من المحاة الاول له ثلاث اهرمات تاب وثلاثة ليه ازان هي كانت مصانع كانت لها وظيفة تانية وظيفة الى هزا انا ما فيش مميوات فيها هو بقى ابتدى قال ايه طاقة كمان قال لابد ان يكون هناك طاقة لان جرانيت الشطف بتاعه زي الازاز ده وده لا يمكن ان يكون هي دوية اما ليه بقى بايه قال بنوع من الطاقة اسمه بيزو الالكتريك افكت اللي احنا دلوقتي كجرحين كلا بنستخدمه فيه تفتيت الحصوات البيزو الالكتريك افكت دي فكان فيه رأي كريستفر دان ان هما وصلوا للبيزو الالكتريك افكت وجابوها منين جابوها من الصفائح التكتونية والحركة اللي هي ربع ريختر ونص ريختر وواحد ريختر وبالفراغات المحسوبة يعمل لها ماجنفيكيشن ويكبرها وحين تصطدم بجدار الجرانيت اللي هو 55% منه سيلكون كوارتس تتولد هذا النوع من الطاقة وجاء لنا مصر هين كريستفر دان وعمل تجربة في المتحف المصري هذه التجربة عشان يسمى الكلام اللي بيقوله هو والموظفين وابتوا على المتحف وقال ان الدكتور زاهي كان موجود ودخل في قلب تابوت وغطوه بالغطى بتاع التابوت وطبعا اطمار بقى من هذا التابوت وظلموا المتحف المصري ومصدر ضوئي قوي جدا ودكتور زاهي جوه نعم هو دخل جوه التابوت وخلهم يغطوه وكان متفق التجربة تكون ان مصدر قوي جدا من الضوء يمر عشر مرات ما بين غطى التابوت والتابوت نفسه ليه منتظر يدخلوا شعاع ضوئي جو انما لانها البوليشنج بتاع الجرانيت زي الازاز حطي ازاز على ازاز فتعرفيش انت دخل فيها ان ضوء بيموفلايت او شعاع ضوئي يجيله ابدا فبيحكي في كتابه رفعوا الغطى بتاع التابوت كما هو متفق بيقول لي وقفت هو بيقول وقفت في المتحف في منتصفه وصرخت بيقول ايس كريند يقول ايه هذه دقة عصر الفضاء مزهل طبعا طب داي خليني ردا بقى على كل ما يصار من وقت للتاني اللي هو الحضارة دي يعني نبت المصين القدماء والذين هبطوا من الفضاء ولا يعني فيه كلام بيقال بشكل حداك قادرة مني وانه حتى التوحيد هل كان موجود ولا تعدد في الاليها خلينا نتكلم في ده وتصحيح هذه المفاهيم وتقديم الصورة الحقيقة كمان حتى من من نبت الأغاني اللي اتقالت في الاحتفالية باللغة المصرية القديمة ودي رسالة للعالم كله ارجع اسمح حضرتك بعد الفاصل ان شاء الله مستمرين مع حضراتكم رحب حضراتكم معنا مرة تانية جادة ترحيبي طبعا بعلمنا الكبير دكتور واسيم السيسي عالم المصريات اللي مشارفنا النهاردة في الحياة اليوم اهلا وسهلا بك مرة تانية اهلا بك استأذنك بس قبل ما نرد على الجزئية المتعلقة بقى بطبيعة ومضمون الحضارة المصرية القديمة احنا معنا على التليفون الفنان عمر وهبة احد اللي شاركه طبعا في هذه الاحتفالية من خلال الفيلم التسجيلي او الوصائقي او التعريفي او دايما سميه لكن كان شغل اكتر من رائع الاقصر اثر مساء الخير يا سيد عمر مساء الخير الو طيب لغاية لما التليفون يكون جاهز معنا دكتور واسيم الرد بقى على كل ما يصار في المشككين المتربصين شوف الرد على الهاتف بسيط جدا هو صاحب الافكار الغريبة دي رجل اسمه اريك بون دانكشتن وطلع كتابين واحد منهم اسم عجلات الاليهة تشاركو في قاتش والتاني ريترن تو ستارز او دا الى النجوم فاستاذ انيس منصور ترجامهم الذين هبطوا من السماء والذين عادوا الى السماء دا موضوع تاني انما الرد على الهاتف بسيط جدا كلام دا احنا نفكر فيه لو لم يكن لدينا يعني ما يثبت او ما يفسر ما نراه من اعجاز علمي فلكي في كل مناح الحياة الرد على هذا اربعة من العلماء ارشيبالد تشيز مانج بيل جمعوا ستة وتلاتين وثيقة اصلية في الرياضيات المصرية القديمة برديات واسموها الى رياضيات خاصة بالدائرة ورياضيات خاصة بالمثلث الزهبي اعظم ما وصلت اليه مصر 3500 قبل الميلاد من قوانين الدائرة هي الباي اللي هي 22 على 7 مهم اللي جون تيلور اللي كتاب خطير جدا اسمه Mathematics of the Great Pyramid اللي هي الرياضيات الهرم الاكبر يقول الباي دي اللي هي 22 على 7 اللي مصر جابتها احنا لغاية النهاردة ما فيش عالم من العلماء بتقول عصر الحديث أينشتاين بوهر كابلر يونج ماكس بلانك كل جماعة دول يقدر يمشي معادلة واحدة من غير الباي اللي هي 22 على 7 اللي هي مصر جابتها ما فوقتها اللي هي نسبة تقريبين هنا كمان أنا عندي دلوقتي تفسير للروائع المعمرية العظيمة دي كلها إيه لي خليك تقول بقى أطبق طائرة وسكان كوكب أخرى والكلام الاحتفالية بقى بالأغاني باللغة المصرية القديمة دي روا يعني الاحتفالية ده هي أنا أتمنى أنها كانت تقبأ بالترجمة العربية والإنجليزية والفرنسية لأنها تضحد كل الأكاذيب اللي بتطلع على أن أجدادنا كانوا آلهة متعددة وكانوا أوثان ومش أعلم ده الترتيلة كلها مأخوذة من الجداريات واللي جايبها الأستاذ دكتور ميسار الأستاذ الهيرو اللي فيها في جمك القهار كلية الأفهار هذا الرجل جاب كلمات التوحيد ما فيش بعد منه يعني أيها الإله الواحد الأحد الذي يطل الأبدياء ومخترق الأبدياء يا أنت خالق ولم تخلق لم يكن قبلك أي شيء ولم يكن قبلك وأنت بكلمة خلقت هذا العالم وأنت وأنت لا يمكن لأحد أن يعرف اسمك ولا يتخيل شكلك مهما كنت أنت الذي إيه ده وده اللي إحنا بس إحنا ما بنقراش يعني عندنا هنا في مصر عباس محمود العقاد عبدالعزيز صالح سروة عكاشة كلهم قالوا أن التوحيد بدأ في مصر منذ الأسرة الأولى عندك ماسفيرو اللي إحنا قاعدين في المبنى اللي على اسمه ده يقولك كانت الطلقة الأولى للتوحيد جاءت من مصر للعالم كله أنا فهمة برضو أن الترجمة الصوتية الأغاني دي في وسائل الإعلام اللي نقلت الحدث على الهواء بس هنا أرجع بقى بره وأن أنا أعمل احتفالية زي دي وقبلها المميوات وشوية إن شاء الله المتحف الكبير واكتشافات أسرية كل شوية وترميم للأسار الموجودة عندنا اهتمام الدولة المصرية بملف الأسار والتاريخ بشكل عام زي ما قلت كده انتماء للبلد وتمسك بيها وفي نفس وقت بقى بره أنا صورتي بره في الخارج إيه في الشغل اللي أنا بعمله بإيد وبعقل مصري وإنعكاس كمان ده كمان على السياحة شايف ده إزاي دكتور شوفي إما تسمعي مثلا إن ده حفيدي أحمد زويل ولا فرق الباش ولا مجد يعقوب ولا نجيب محفوظ نظرتك طبعا مختلفة ده سليل ناس بتفكر وناس إحنا ما نعرف إن إحنا وخصوصا تثبت بالعلم دلوقتي خصوصا العلوم العلم يعني البحث الرائع اللي عملته مارغريت كاندل عالمة الجينات الأمريكية وأعاد عملها الدكتور طريطاء اللي هو رئيس قسم المناعة والبصمة الوراثية في القوة المسلح اللي هو طبيب أعاد عملها طلعت بحاجتين هي أثبتت أن 87.6% من جينات توت عن خامون موجودة فيك وفيه وفي الناس دي كلها اللي موجودين كما أثبتت حاجة تانية خطيرة 97.5% من جينات المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين واحدة وأنه شعب واحد اعتنق الأمونية ثم المسيحية ثم الإسلام بس إنما هو شعب واحد وشيحنا شفنا المولد بتاع لقصه اللي بيعملوه يعني اللي علاقة بتاقص مصر قديم أه طبعا الاحتفالية بتاعت عيد أوبت أي عيد أوبت عيد أوبت ده هو كان احتفال سنوي للملك حتى يستمد قوته من أمون اللي هو رمز للإله هو من أحد الأسماء إنما مش هو الله لأنه هم نفسهم حتى في الترنيمة بيقولوا لا أحد يعرف اسمك ولا يمكن أن يتصور شكلك إنما دي كانت أسماء زي إحنا بارد الجبار الرحيم الرحمن كلها أسماء أو صفات بالنسبة لأهو كان عنده مثلا الإله الخفي اللي هو أمون رعي الظاهر اللي يقولي عبد الظاهر الخالق اللي هو بتاح اللي يبقى تفتاح لها صفات فهي كلها صفات إنما الإيمان بالإله الواحد كان موجود في نصر ويجب الترنيمة دهيا يعني تتزع في كل مكان لأن دي هتحط سد الحنق في بق كل واحد يقول إن أجدادنا كانوا بيعبدوا أليها متعددة لا ويدرسوا والله اللغة المصرية الأديمة في المدارس ياريت كمان طيب إحنا معنا الفنان عمر واهبة مرة تانية مساء الخير يا عمر سنو رزاق حضرتك الله يخليك إيه الحاجات الحلوة الله دكتور واسيم سامعك أهلا وسهلا طبعا الفيلم اللي تبعناه والاحتفالية كلها أنت فقت في قلب الحدث بقى والاستعداد والكواليذ فأنا عايزة أسمع الأول انتباعك أنت حسيت بإيه عمر والله أنا بجد مفيش فنان أو مفيش بني آدم في مصر بعد نقل الموميوات ما كانش غيران أو ما كانش عايز يشارك في حدث كده بعد ما شافش اللي نقل الموميوات فأول ما كلموني على الموضوع بتاع يعادة سحر الكباش أه أول أنا كنت مبسوط هنا حدث ثاني بالحجم ده والناس كنت تتكلم عنه والعالم بيتكلم عنه وحاجة أنا 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 من الناس والله وأعتقد كل المفيدين كده بيصعب عليهم يبقوا ماشيين أو بيشايفين حاجات تاريخية ومش بيتعامل كويس فأنا ما بشوف الحاجات بترجع تاخد حقها وتاخد الفاليو بتاعتها في مصر وفي الدنيا كلها الواحد بيرتاح شوية أنه هو لأنه حريك بتسافي وتشوفي احنا بجد في ناس بيعملوا تاريخ من دول حاجة يعني بيحاول يعملوا بلادهم تاريخ احنا عندنا ده يعني أنا موقف يعني لو سافرت برة هتلاقيهم مثلا مبنى من 1930 وعملين موازار ده حيطة حاجر كده بيعملوا أنه آجة بقى و1900 أفضل كلمة الموازنة دي أصلا لكن بتعملوا إيه جماعة يعني دويتنا آدم فأحنا عندنا التاريخ أصلا موجود وعندنا الحضارة موجودة فكتنا بسوط جدا أن الحضارة ده هيحصل وكتنا بسوط أكتر أنه أنا هبقى يعني مشتارك فيه فما ترددتش ثانية طبعا أن أنا روح جاري طب قولي يا عمر كشب والشباب حواليك وشوف طبعا السوشيال ميديا والترند اللي طلع وكان دكتور واسين بيتكلم من شوية ده شيء مهم جدا أنك تفكر الشاب بانتماء وبلده وبعظمتها وحضرتها وأن أنت ابن الناس دي ابن الأجداد العظماء شوف طلود الأفعال إزاي عمر بصي الحريك قلتي ده قول الدكتور قاله هو ده اللي دستاني محسن مخرج لسلم قاله أول حاجة قال لي عمر عندنا مشكلة أن الشباب عندنا مش عارفين أن احنا عندنا في البلد هنا حاجات حلوة كده وحاجات قريمة كده وحاجات الناس في العالم بيتمنوا يوضي سبوها فأحنا عايزين نوصل أن الموضوع يا جماعة مش لكبار السن مش للأجانب بس مش للناس الغوية سأثار بات لا هو ممكن أي حد يروح يدسط ويبقى جميعا والفيلم حلو أنت كلكم شباب في الفيلم يعني برضو ده هم كانوا عايزين يوصلوا معنا ده أن هي البلد شبابية وأن هي مش لازم السياح الكبار في السن هم اللي يجوا لأ احنا كمان كمقبين لازم يروح فيه كده فالحالي قلتي ده كانت وجهة نظر رسول سامر مواصل 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 العظيم يعني أنا شاركت في ثواني بس الفيلم كله حلو بصراحة يعني كل حاجة كانت حلوة عشرة على عشرة ما شاء الله يعني جمع الترنيمة مهمة الترنيمة صحيح كله كله كان جمع لنسي عبو تعب مش طبيعي أنا رحت يومين صورت إنما الناس دي قاعدوا شهور وبيصوروا وبيعيدوا لا فيه ناس بجد مشقة في الفيلم دي في الفيلم ده جدا فأنا بحيهم كلهم وعلى قد التعب جي النجاح والناس كلها مبسوطة بره وجوه العالم كله يا رب دايما وقابل افتاح مدحف قاهرة المصر كبير إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا عم مصر ربنا يخلي دكتور وسيم أخيرا بقى لو حبينا نتكلم على مشهد الأقصر بعد افتاح الطريق وربط المعابد بعدها والطريق ده أهميته إنعكاسه بقى على المنطقة نفسها وإن تبقى الأقصر أكبر مدحف مفتوح في العالم وإزاي ده يسهل ويساعد السياحة أولا أن الطريق ده طوله 2700 متر وعرضه 76 متر وعلى الجانبين لغاية النهار ده 1200 تمثال ما بين شكل أبو الهول ما بين شكل الكباش لأن الكبش إنما هو كان رمز للخصوبة والقوة الشيء الجميل إن قبل كده كان السائح يطلع من معبد الكرنك يدخل المدينة عشان يقدر يروح لمعبد الأقصر دلوقتي هذا الطريق يعيش المصري أو السائح ما يفصلش ما يطلعش هو بيمشي في نفس الطريق اللي يمشي فيه الأجداد أو الملوك في نفس الطريق ده هو لغاية ما يوصل لمعبد الأقصر اللي كان بيبقى فيه أمونات والكارنك كان بيبقى فيه أمونات اللي هو فكلمة أخيرة دكتور وسيم أتفضل تقول إيه حضرتك بقى يعني كده بالنسبة لللي حصل وبنسبة إحنا في انتظار المتحف المصري الكبير وحضرتنا وتقدمها أعوز أقول لحضرتك كلمة أخيرة تفضل إيه دكتور ودي قناعة من داخلي وأنا لا أشتهي شيئا ولا أخافه شيئا لو لا الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا ما جلناش من أيام الحكام بتوع مصر القديم عبر 2500 سنة احتلال ما جلناش حد لغاية النارد غير الرئيس عبد الفتاح هو الذي اهتم بالحضارة وببعد نظره قدر يعرف أنا لن يعود لمصر وجاء الحضاري إلا إذا عادت إلى حضارتها العظيمة هذه وعشان كده يعني هذا الرجل أنا بكنله يعني حب وإعجاب وتقدير وثقة وربنا يطور في عمره ويعيشه لغاية ما يرجع لمصر دي احنا ماشيين في الطريق الصح وهو ده الطريق الصح اللي احنا ماشيين فيه وزيما حضرتك كلمتي أكثر من مرة عن الولاء والانتماء هذا الولاء والانتماء لا يتأتى إلا بالحب والحب لا يأتي إلا بالإعجاب والإعجاب لا يأتي إلا بالمعرف والمعرفة بالتنوير والتنوير هو إضاءة المساحات المظلمة في العقل الجمعي في عقل الشباب في عقل المصريين اللي مش عارفين تاريخه وده اللي احنا بنعمله دلوقتي فلما بيشوفه يبتدي يسأله يبتدي يعجب يحب ينتمي يبني ويعمر بلد حيث يتقدم صحيح شكرا جزيلا دكتور واسمين السيطي على وجود حدات معنا بشكر حضرات